هذا البيان الصادر للتو من شيخ عبد الله إلى الشعب القطري كيف تقرأه ونحن نرى دعوة واضحة وصريحة إلى موجهة للأسرة والأعيان ورجال الأعمال والشعب للاجتماع ليكونوا رسلا حكمه بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ عيمان وحيي حقيقة هذا البرنامج وهذه القناة وأنا سعيد بظهوري في من هنا الرياض مرة أخرى اليوم في الحقيقة ونحن في مواجهة هذه الأزمة التي أصبح جديرة بأن تسمى بالأزمة القطرية دعوات الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني في الحقيقة هي تأتي ضمن في رأيي سياق اجتماعي وقبلي وبشري وإنساني يعني قامت به مجموعة من القبائل القطرية مع نظيراتها وشقيقاتها وامتداداتها الأرضية والجغرافية والديمغرافية في المملكة وفي دول الخريج قبائل المرة ومن يساندهم من القبائل الأخرى دعوة الشيخ عبد الله في تقديره هي تتوج الحراك الشعبي والإنساني القطري الداخلي هذه دعوة واضحة إلى أن الأزمة تتصاعد دعوة واضحة إلى أن الدوحة بفاعلها السياسي لم تستطع في الحقيقة التقدم إلى الأمام والحصول على حل مع القوى السياسية في المنطقة فكأن القوى البشرية تريد المساهمة دعوة الشيخ عبد الله إلى الآن يعني أستطيع أن نضع قلمة إلى الآن بين قوسين هي دعوة لاستنهاض ما بقي من الحكمة في داخل الدوحة للتحرك عبر الفاعلين السياسيين الاجتماعيين والبشريين وعبر النخب من وجه قبائل وتجار وأعيان ومثقفين في داخل الدوحة لعلهم يعني يقومون بدور محمود هو الدور المنتظر في تقديري في هذه اللحظات الحريجة وربما الحريجة جداً للتحرك بطريقة معينة للضغط وربما تكون يعني كلمة الضغط هي المناسبة على القيادة في الدوحة في الداخل للتحرك إلى الأمام للتماهي مع الدعوات المقدمة ليس من اليوم ولكن منذ انطلاق هذه الأزمة من القوى السياسية في المنطقة أيضاً من القوى الدولية التي جميعها حقيقة يعني أشارت وبشكل واضح على أن الحل خليجياً وهو في الرياض ومن الرياض وأن مفاتيح الأزمة والقنابل التي لا تزال مشتعلة من الأزمة هي تقذف من جهة الدوحة إلى الآن التي تحاول حقيقة يعني تقديم خطوة وتأخير خطوة بعيداً عن مسارات الحل وإذا كان هناك التحرك وشهدنا وهو ما جمعني بحضرتك اليوم هنا في هذا الموضوع هو خروج الدوحة وارتماء الدوحة في الخارج وبينما الداخل هو موجود الآن في رأيي جذوة الحل الصوت الأول للحل هو يأتي من الشيخ عبد الله بدعوة الشيخ عبد الله للإنسان القطري للنخب السياسية الأسرة الحاكمة في قطر للبعد القبلي والإنساني ويمثله قبائل المرة ومن يتحالف معهم من قبائل أخرى حقيقة المشهد في المنطقة منطقتنا منطقة الخليج هو منطق حقيقة بهذه الأزمة يعني ونحن في لا أعرف أي مرحلة من مرحل الأزمة ولكننا في خضم هذه الأزمة يعني نحن في مرحل في مشهد يعني غير مألوف وغير مسبوق وربما يكون له كثير من التابعات على المستقبل